ينضم إلينا من غزة الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية ومرشح قائمة وطن سيد أو الدكتور حسام أهلا بك بداية على شاشة الغد وسؤالنا في البداية يعني هل مبررات التأجيل هي مقنعة بالنسبة للفلسطينيين تأجيل الانتخابات مساء الخير بالتأكيد هي لا تقنع طفلا فلسطينيا ليس لأن القدس مسألة غير مهمة ولكن لأن القدس محتلة قبل المرسوم الانتخابي ولأننا نعلم ولم تلك معلومات أن ملف القدس نوقش في حوارات إسطنبول بين الشيخ صالح العروري واللواء جبريل الرجوب ووضعت كل السيناريوهات وأعتقد أن رئيس أبو مازن يدرك أن الاحتلال ومن يمين نيتنياهو لا يمكن أن يفرط بالإنجازات التي تحققت في زمن ترامب وبذلك مسألة قبول أم رفض الاحتلال كان معروفا أن الاحتلال سيرفض منذ اللحظة الأولى ومن يراهن على مرافقة الاحتلال أعتقد أننا لا نمتلك سيادة وبذلك لا نستحق أن نجري انتخابات لذلك نرى أن مسألة القدس هي للأسف كانت عبارة عن شماعة استخدمها رئيس أبو مازن للتهرب من هذا الاستحقاق الدستوري مرتبطة ببعض الاستطلاعات التي كانت تصل حول نتائج الانتخابات هذا ليس قدر الشعب الفلسطيني إن كان هذا الفصيل غير قادر على أن يوحد صفوفه أم لا كان ينبغي أن تجرى الانتخابات وتجرى بالقدس أولا على قاعدة أن الانتخابات معركة نضالية كان من ضمن السيناريوهات التي نوقشت وكل الخبراء وكل المراقبين وأنا منهم من كتب أكثر في أكثر من مرة أننا ممكن أن ننجز الانتخابات وأعتقد أن انتفاضة القدس وهبة القدس التي حصلت قبل أيام وما زالت قائمة تؤكد أن الشباب المقدسي يستطيع أن يحافظ على صندوق الاقتراع ممكن كانت توضع هذه الصندوق في أزقة البلدة القديمة دكتور حسام إذن هل ترى أن خطورة التأجيل أكبر من خطورة إجراء الانتخابات في موعدها؟ لو كان الرئيس أبو مازن ينظر إلى الواقع الفلسطيني بعين الرئيس الحنون الرئيس الذي يعني يتعاطى مع كل مكونات الشعب الفلسطيني بنظرة كما تنظر كل أعساء الدول إلى شعوبها في تقديري نعم سيكون هناك نظرة مختلفة الضرر أكبر من أن تجرى الانتخابات نحن نتحدث عن الإنسان الفلسطيني أخت الكريمة هذا الإنسان الذي تدمر ودمرت أجيال منه نتيجة حالة التيه السياسي ونتيجة حالة الانقسام الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في غزة وفي الضفة الغربية ليس أحسن حالا كنا نتمنى وكنا نتوقع والمؤشرات كثيرة عندما ننظر فقط على السجل الانتخابي وقوائم المرشحين نعلم رغبة الشارع الفلسطيني بالديمقراطية ورغبة الشارع الفلسطيني بالتغيير دكتور حسام من ينادي بالتأجيل اليوم من ينادي بالتأجيل اليوم وهل هناك مصلحة فلسطينية في ذلك وكذلك بعض القوائم التي ترفض التأجيل هل ستشكل ضغط على السلطة الفلسطينية يعني هذه الكارثة الحقيقية أتكلم وأنا خجول جدا وأنا أنطق بذلك 36 قائمة فقط قائمة وحيدة هي التي تريد التأجيل 35 قائمة ترفض التأجيل هذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن يعلمها المجتمع الدولي الذي للأسف تواطأ بعدم الضغط على رئيس عباس بأن تجرى الانتخابات في موعدها أتمنى ما زال هناك وقت نتحدث حتى الخميس أتمنى على الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية والمجتمع الفلسطيني أولا أن يكون هناك تسهيل وتذليل وسحب كل المبررات أمام رئيس عباس للتهرب من الاستحقاق الدستوري هذه ليست منا من أحد هذا حق دستوري للشعب الفلسطيني أن يعيد انتخاب قيادتي فإن أعاد انتخاب رئيس عباس فكل الاحترام الجميع سيلتزم بذلك وإن أعاد هذا الحزب أو ذاك أو هذه الكتلة أو تلك بالتأكيد فهذا كل الاحترام هذا إرادة الشعب الفلسطيني لكن أن نبقى نعيش تحت رحمة وسطوة وديكتاتورية شخص هنا أو حزب هناك بالتأكيد هذه مسألة مرفوضة والأخطر من ذلك ليست تأجيل أختي الكريمة فقط هناك تهميش ممنهج وحقيقي لـ 29 قائمة من المستقلين لم يتصل عليها أحد للقاء يوم الخميس لم يتحدث أحد معها لم يشاورها أحد وهي تمثل لا يقل عن 400 ألف ناخب حسب كل الدراسات 400 ألف ناخب سيتوجه لـ 29 قائمة لم يستشر أبو مازن أحد من هذه القائمة وللأسف الشديد أيضا حتى حركة حماس لم نشعر حتى الوحظة أن هناك حراق حقيقي من أجل مواجهة وكأننا أمام سيناريو صفقة تجمع بين الطعفين لا نعلم مدى دقتها ولكن ربما القادم يبين نعم شكرا لك دكتور حسام الدجاني أستاذ العلوم السياسية ومرشح قائمة وطن كنت معنا من غزة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر